بسم الله الرحمن الرحيم. آآ عاجل من صريح سيد وزير آآ الوزير الاول سعد الدين العتماني حول طاريخ رفع الحجر الصحي بالمغرب. السيد سعد الدين العتماني صريح ديالو وزير اول في البرلمان وفي الجلس المشتركة بين مجلس النواب ومجلس المستشارين اشار الى ان المبادرة الاستباقية مكنت المغرب من تجنب الانتشار الواسع للوباء الغير المتحكم فيه كما تعرف العديد من البلدان مشيرا الى ان المغرب ما زال في المرحلة الثانية ولم يدخل بعد المرحلة الثالثة من انتشار كوفيد 19. السيد العتماني الوزير الاول المغربي اكد نبه الى ضرورة المزيد من الحيطة والحضر وبذل الجهود لمواجهة فيروس كورونا مريدا نحتاج الى نفس طويل في معركة معادو لم تستطع الانسان يبعد الاحاطة به بشكل دخيخ بخصائصه وانتشاره وكيفية علاجه. السيد الوزير الاول سعد دياله تماني اكد على ضرورة تمديد الحجر الصحي الذي سيكون بتشاور مع وزارة الصحة التي اكدت ضرورة استقرار معدل تكاتر اغؤو في اقل من واحد وطنيا مع استقراره لمدة اسبوعين. مشيرا الى ان هذا المعدل يستحسن ان يكون اقل من 0.7 علما انه حاليا او لليوم يبلغ وطنيا 0.90. وحدر رئيس الحكومة من استمار الانتشار البؤر الصناعي بالمغرب. مشيرا الى انه مازال 26 بؤر لم تتجاوج مدة المراقبة فيها التي توصي بها وزارة الصحة مردفا الى ان 56% من الاصابات في المغرب جاءت من بؤر كورونا اما بؤر عائليا ولا بؤر صناعية. وجدد الاعتمالي السيد سادة الاعتمالي الوزير الاول المغربي تأكيده على ان قرار تمديد الحجر الصحي سيكون صعبا جدا مستدركا لكننا لا نريد ان يتحول عيد الفطر الى احزان بالنسبة للعديد من المواطنين مشددا على ان الوضعي الوبائية ما زالت مقلقة وغير مطمئنة. ولفت الاعتمالي الى انه بعد مرحلتين من الحجر الصحي يعني المرحلة الاولى التي كانت بدأت من 20 مارس الى 20 ماي والمرحلة التانية من 20 ماي المرحلة الاولى لغاية ساعدة بفعشرين ماي ندخل اليوم تحنا صعبا ويقتضي التوفيق بين ضرورة تصدي الانتشار فيروس كورونا تفاديا لأي انتكاسة محتملة تهديم كل مبانينا وبين ضرورة الحد من العكاسات السلبية والخسائر في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وبناء على كل هذه المعطيات يضيف السيد الوزير الاول سادتي السيد الوزير الاول المغربي سادتي العتماني بناء على كل هذه المعطيات فقد اعلن ان الحكومة رسميا ان الحكومة تعلن رسميا تمديد فترة حالة الطوارئ الصحية في المغرب الى ما بعد عشرين ماي الفين وعشرين العتماني الذي كان يتحدث كما اسلفته الدكر خلال الجلسة البرلمانية مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين اشار اليوم الاثنين تمنتاش ماي حول التمنتاش ماي الى ضرورة تمديد حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي لمدة ثلاثة اسابيع اخرى اي الى غاية العاشر من يونيو المقبل يعني الحجر الصحي في المغرب تم تمديد الحالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي لمدة ثلاثة اسابيع اخرى الى غاية العاشر من يونيو هذا هو الخبر العاجل وتمديد حالة الطوارئ الصحية اللي جات على لسان سيد رئيس الحكومة في مجلسي البرلمان والمستشارين اليوم الاثنين تمنطاش شمعي الفين وعشرين بالمغرب الى غاية عشرة يونو من الشهر المقبل. ذو كذا تمديد حالة الطوارئ. هذا ما اعلنه السيد سعدين العثماني. والسلام عليكم ورحمة الله. اشتركوا في القناة